الأميرة بابا حان وقت النوم لبابا وجورج ليلة سعيدة صغاري جراني وجرانبا بيك سيأتيان للعشاء أهلاً أهلاً أين بابا وجورج؟ نائمان أوه ولكنني أردت رؤيتهما أأسترق النظر؟ حسناً جراني بيك لكن كوني هادئة صغيري الغاليين يجب أن تكون نائمين احكي لنا قصة حسناً فقط إن وعدتماني أن تعود مباشرة للنوم سننام مباشرة بعد القصة حسناً في قديم الزمان كان هناك ولد صغير اسمه مغر بيدرو وجد بذرة سحرية أوه نعم الآن زرع بيدرو البذرة ونمت لتصبح شجرة فاصلياء عملاقة تصل للسماء هذا حقيقي؟ بعدها تسلق لقمة هذه الشجرة وقم وجد عملاقاً كبيراً وسيئاً لا أريد هذه أريد قصة عن أميرة أوه نعم وجد هناك الأميرة ببل جميلة والفارس جورج الشجاع النبيل وتباخاً يطهو ألذى الأطعمة على الإطلاق ماني بيج دادي بيج وجرانبا بيج ينتظرون ليأكلوا سأذهب لأرى لم تأخرت جراني بيج ومتلي في القصة يا جدتي جراني بيج المشاكسة لقد أيقظت الصغار لقد وعدنيها أن ننام بعد القصة مباشرة يا جرانبا بيج أنا جيد في إنهاء القصص يا جراني بيج انزلي أنت للأزفل أنا لد أتأخر هناك ولد شجرة فاصلياء أميرة جميلة وفارس شجاع وطباخ يطهو عشاء لذيذة وبعد أن أكلوا العشاء اللذيذ ذهبوا جميعا للنوم النهاية ثم استيقظوا جميعا وجاء لهم ساحر ساحر؟ أجل ساحر سيؤدي عرضا سحريا كبيرا آه لكن ثم جاءت النين مخيف جدا جراني بيج مامي بيج ودادي بيج ما زالوا ينتظرون العشاء يبدو أن قصة ما قبل النوم هذه لا تنجح أنا خبير في قصص ما قبل النوم سأجعلهما ينامان في دقيقة آه تمين مخيف بيج بيج جورج إلى النوم لكن جرانبابيج لم يكن بإكمال القصة بعد يا أبي سوف أنهيها سأكون في الأسفل بسرعة حسنا هناك ولد شجرة فصلياء قلعة أميرة جميلة فارس شجاع طباخ ساحر وتنين مخيف وملك جائع للغاية إذن دناول الجميع عشاء كبيرا وعاشوا بسعادة أبدية النهاية ثم أقام حفلة وجاء كل أصدقائهم حسنا يجب علي أن أحل هذا دادي بيك أوشكوا على النوم شكرا سوف أتولى الأمر عليك إنهاء القصة يا أمي حسنا بسرعة اخبريني ماذا حدث كان يا مكان في قديم الزمان منذ زمن بعيد مامي بيك ظلت هناك لمدة طويلة يمكنني سماع شغيرين وأخيرا بيبا وجورج نائما وعشوا جميعا في سعادة أبدية النهاية بيبا؟ جورج؟ هش إن أمي نائمة يا أبي يبدو أن الأميرة بيبا هي الأفضل في قراءة القصص هذا صحيح بالفعل الغسل يقوم دادي بيك بالغسل هذا الصباح يا أبي ما هذا القميص؟ إنه قميص كرة القدم سيلعب الوالد كرة القدم هذا المساء أولا سأذهب للعمل أراكم لحقا وداعا إلى اللقاء مسكين يا أبي يجب أن يذهب للعمل آه إنه مسكين هيا لنلعب أجل هيا نلعب هيا 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 يحب جورج القفز الأعلى وأسفل في بيرة الطين يحب جورج القفز الأعلى وأسفل في بيرات الطين يال الهول أمي لقد رششنا بعض الطين على قميص كرة القدم أو لا تقلق سنغسله غسله لن يأخذ وقتاً ولن يعرف أبداً بشأن الطين لنجد أشياء أخرى نضعها بالغسالة أوه إن ثوبي به بعض الطين مامي بيج وجوج وجد أشياء أخرى ليغسلها أحسنت يا جورج نضع الملابس هنا ثم نشغلها تمتلئ الغسالة بالصبوب والماء ساخن اغسل 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 تجعل الغسالة الغرفة كلها تهتز أوه فبا أين ثوبك؟ أنا أقوم بغسله ماذا؟ أوه لا انظري يا أمي ثوبي الأحمر أصبح نظيفاً الآن أجل يا بيبا ولكن انظري ماذا فعل؟ يا للهول لقد حول ثوب بيبا الأحمر كل الملابس إلى وردي الوردي ليس أفضل لون لقميس كرة القدم لقد عاد دادي بيك من العمل مرحباً جميعاً مرحباً يا أبي دادي بيك لدينا مشكلة صغيرة و... أخبريني لاحقاً يجب أن أستعد لكرة القدم أين قميس كرة القدم؟ هنا لا تكوني سخيفة يا بيبا هذا أحد أثواب أمك إنه وردي لا يا دادي بيك إنه قميس كرة القدم لقد اتسخ بطين قليلاً لذا غسلناه ثم اتسخ كل شيء بعدها أسفة يا أبي أنا لا أستطيع ارتداء قميس وردي ولم لا يا أبي إن الوردي لون جميل ماذا تظن يا جورج؟ جورج لا يحب الوردي ها قد أتى أصدقاء دادي بيك سيد ثور، سيد أرنب، سيد مهر، وسيد حمار وحشي هل دادي بيك قادم للعب؟ فقط يحتاج لحظة فريقي لونه أبيض أحتاج لقميس أبيض لكن يا أبي لديك قميس أبيض فقط كن بخلع ستراتك أرأيت؟ هذا رائع شكراً لك يا بيبا مرحباً جميعاً مرحباً دادي بيك يعجبني قميسك جميل جداً شكراً أيا لنلعب كرة القدم أجل أبي لقد كنت بتلقيق قميسك بالطين بالطبع يا بيبا قمسان كرة القدم تتلطخ بالطين دوماً دادي بيك يحب لعب كرة القدم الجميع يحب لعب كرة القدم خاصة وهي بالطين المهرجان المهرجان اليوم حضرت بابا مع عائلتها إلى المهرجان أحب المهرجان كثيراً الزلاقة الزلاقة يريد جورج الذهاب إلى الزلاقة حسناً أراكم لاحقاً أراكم لاحقاً اقتربوا هنا استعدوا بطة وفوزوا بدمية دب هل يمكن أن نجرب يا أمي؟ حسناً جنيه واحد رجاء جنيه؟ إنه للأعمال الخيرية فوزي بالدمية العملاقة سأحاول يا بيبا لكن أظن أن هذا سهل محيقة ليس لديك فرصة ماذا؟ إنه مستحيل مضيعة للمال في رأيه سنرى ما يحدث فازت مامي بيج مرحى هذا مذهل دبك العملاق ألا تريدين دمية أصغر يا بيبا؟ لا هذا مستحيل انظري يا أمي إنها دمية عملاقة كبيرة بعض الشيء لا ليست كذلك جوج ودادي بيج في طبور الزلاقة الكبيرة إنها متفعة بعض الشيء يا جورج هل تجربها؟ جنيه من فضلك؟ جنيه إنه للأعمال الخيرية يلا الحول إنها مرتفعة على جورج لا تقلق يا جورج سأصعد معك هذا مقابل جنيه من فضلك؟ لم يعد جوج يخاف المرتفعة بعد الآن إنها مرتفعة بعض الشيء سأنزل على الدرج الدرج مكتظ بالأطفال هذا هو الطريق لأسفل يا دادي بيج أوه حسناً اقتربوا هيا أصيبوا الهدف وستفوزون بدمية عملاقة يمكنك الفوز بسهولة لا نريد دمية عملاقة أخرى لا تقلقي لن تفوزي فهذه ليست للنساء معذرة ماذا قلت؟ إنها لعبة مهارة كم ثمنوا المرة؟ جنيه فازت مامي بيج لا يصدق تفضلي دميتك ها هي مرحى أريد دمية كهذه يا أمي كبيرة للغاية لا ليست كذلك دادي بيج وجورج يركبان العجلة الضوار تمسكوا جيداً هذا مرتفع للغاية أنا سعيد لانتهائنا خمس جولات مقابل جنيه واحد خمس جولات أولاً اقتربوا اقتربوا اختبروا قوتكم في لعبة المترقة القديمة ماذا سنفعل؟ تطرقين هذا الزر بالمترقة إذا رأنا الجرس تفوزين بجائزة لا حاجة للمهارة يعني أن بطن دادي بيج كبيرة بعض الشيء أعطيني هذه المترقة يا للهول لم أرى شيئاً كهذا من قبل فزي بكل الدمى العملاقة التي لدينا مرحباً مرحباً أيمكننا إعطاء هذه الدمى لأصدقائي؟ فكرة جيدة شكراً يا بيبا لطيفة جداً شكراً جزيلاً جولة بالقطار اليوم ستذهب بيبا وأصدقاؤها في جولة بالقطار السيد أرنب هو مسؤول المحطة كم تذكرة؟ واحدة اثنتان ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر عشر تذاكرة للأطفال وتذكرة لي يا أطفال لا تضيع هذه التذاكر أيمكنني رؤية تذكرتك؟ آم لقد فقدت تذكرتي عزيزي بيدرو كن أكثر حرصاً ها هي تذكرتك حاول ألا تضيعها مجدداً ها هو القطار جو جو أنسة أرنب هي سائقة القطار ليصعد الجميع مرحب القطار يسير على المصار تشوتشوتشو تشوتشو على المصار ها هي أوراق النشاطات أوه على الأطفال أن يجدوا كل شيء في أوراق النشاطات قارب صندوق الإشارة وأيضاً نفق أنا أرى أشجار هل الأشجار في القائمة؟ آه لا أستطيع أن أرى سحاباً هل السحاب في القائمة؟ لا أستطيع أن أرى الكلب الجد مرحباً بكم مرحباً الكلب الجد هل الكلب الجد في القائمة؟ بيبا المضحكة جدي لن يكون في القائمة ولكنه يقود قارباً والقارب في القائمة مرحباً الأطفال يعلمون على القارب في أوراق نشاطاتهم التذاكر جاء السيد أرنب ليتفقد تذاكر الجميع أعتقد أنني فقدت ذكرتي يا للهول يا للهول هي تذكيرتك يا بيدرو كنت تجلس فوقها والآن حاول أن لا تضيعها مجدداً يا بيدرو إن القطار يصعد ببطء إن القطار ينزل بسرعة سيدة جزال أشعر أنني لست بخير أذهب إلى الأمام من فضلك؟ حسناً يا بيدرو اذهب إلى مقدمة القطار أهلاً بيدرو قل لي ألست بخير؟ هل تود قيادة القطار؟ نعم من فضلك القطار يسير على المسار تشو 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 على المسار صندوق الإشارة هذا في القائمة مرحى الأطفال يعلمون على صندوق الإشارة الإشارة أوقفت القطار من أجل أن يعبر شخص مهم إنها السيدة بطا وأصدقاؤها أوه ما هذا ما زلنا لم نرى النافق بعد أوه المكان مظلم نحن في نفق النفق هو آخر شيء في أوراق النشطات مرحى آخر محطة تغيير كلي لينزل الجميع الآن ولكن سيدة جزيل كيف سنعود للمنزل؟ ها بابا نحن حيث ما بدأنا لقد دار القطار في دائرة كبيرة التذكر أرجوكم آم بيدرو أضع تذكرته مجدداً آم بيدرو هل أخذ قبعتي من فضلك؟ ها هي التذكرة بيدرو أوه لقد وضعتها هنا جرانبا بيك في ساحة اللعب يعتني جرانبا بيك بالتفا وجود اليوم الآن يا جدي سوف أشرح لك كيف يعمل كل شيء هذه هي الزلاقة تتسلق من هنا وتتزلق من هنا ويتناوب عليها كل في دوره أعرف ما هي الزلاقة يا بيبا اعتدت أن ألعب على واحدة عندما كنت صغيرا جدي هل كان لديكم أرجوحة أيضا في الماضي؟ كان لدينا أراجيح وهياكل تسلق ودوارات لكن لعبة المفضلة كانت الزلاقة إنها مفضلة أيضا يتناوب الجميع على الزلاقة في أدوار ريتشارد المشاغب تعرف أن عليك انتظار دورك يجد الأرنب ريتشارد صعوبة في انتظار دوره يا للهول ليس من السهل أن تكون صغيرا صحيح يا ريتشارد لأن ريتشارد صغير أظن أنه لا يجب أن ينتظر ما كنت لأغير القانون لو كنت مكانك هذا هراء الأطفال يتفهمون أليس كذلك؟ لكن يا جدي جورج صغير ولكنه ينتظر دوره أجل جورج صغير لذلك لا يجب أن ينتظر أيضا ريتشارد وجورج تبدلان كل الأدوار على الزلاقة يا جدي متى يمكننا أن نلعب على الزلاقة؟ لا تقلق يا بيبا لن يلعب لوقت طويل أنا سأمت الانتظار وأنا أيضا لنلعب على الأرجوحة ها هو المهر بادرو على الأرجوحة نا بادرو هل يمكنني التأرجح الآن؟ أريد فقط التأرجح لبعض الوقت لكنك تتأرجح منذ وقت طويل جرانبا بيج أتستطيع دفعي قليلا من فضلك؟ أظن أنه دور شخص آخر الآن يا بيدرو لكنني سأعود للمنزل مبكرا أتفهمك هذا أمر مختلف دعني أدفعك إذن لكن يا جدي لقد تقيمت الانتظار وأنا وأنا هيا نلعب على الزلاقة يريد الجميع الصعود على الزلاقة الكثير من الأطفال على الضوار لينزل الجميع لكن يا جرانبا بيج لقد وصلت هنا أولاً إذن يمكنك الصعود مجدداً على الضوار أريد الصعود أيضاً أوه لماذا يا ريبيكا؟ لأن عيد ميلادي اقترب جداً أوه حسناً وأنا أنا أوه لا بأس هل الجميع مستعد؟ أجل توقف ليس هناك أولاد على الضوار هل الجميع مستعد الآن؟ أنا أرتدي نظرات أستطيع الصعود من فضلك؟ الأطفال يضعون القواعدهم الخاصة أريد الصعود لأنني أحب الجزر الآن هل أنتم مستعدون؟ لا سأصعد لأنني أستطيع فعل هذا ها هي مامي بيج كيف الحال يا جرامبا بيج؟ أنا مرتبك إن قواعد ساحة اللعب معقدة للغاية هناك قاعدة واحدة يا جرامبا بيج وهي أن ينتظر الجميع دوره ماذا؟ حتى هؤلاء الصغار؟ حتى الصغار ماذا عن الكبار للغاية؟ مثل جرامبا بيج حتى الكبار للغاية مثل جدك في ساحة اللعب يلعب كل شخص في دوره حفر الطريق إنه نهار مشمس ورائع بابا وعائلتها سيأخذون السيارة إلى ساحة اللعب هل الجميع مستعد؟ أجل يا دادي بيج إذن هيا بنا هيا إلى ساحة اللعب هيا إلى ساحة اللعب بابا وجورج يحبان الذهاب إلى ساحة اللعب أوه لماذا توقفنا يا أبي؟ إنه ازدحام مروري لكننا نريد الوصول إلى ساحة اللعب لا تطلق يا جورج المرور يتحرك مجددا توقف السيد ثور أوقف المرور ما المشكلة يا سيد ثور؟ نحن نحفر الطريق إنني أرى هناك مياه تخرج من الأرض أجل هذا هو ما نقوم بإصلاحه سيستغرق الأمر وقتا؟ فليستغرق الأمر مثل ما يستغرق حفار حفار يحب جورج الحفارين من هنا يا وحيد القرن عشنا يا مدير السيد ثور هو المدير من أين أتت كل تلك المياه يا سيد ثور؟ إنها من أمبوب مياه مكسور تحت الأرض كيف ستصلحها؟ سوف نحفر الطريق وووو ونغلق المياه جورج يحب الرافعات رفع رفع ونخرج الأنبوب القديم ونضاع الجديد شكراً لتركنا نشاهد عملك لا مشكلة إلى اللقاء نراكم لاحقاً يا للهول جوج لا يريد ترك السيد ثور سنذهب إلى ساحة اللعب يا جوج يمكنك أن تلعب بالحفار والرافعة وسنرى السيد ثور مجدداً في طريق العودة بابا وعائلتها وصلوا إلى ساحة اللعب مرحباً جميعاً مرحباً بابا الفيل أدمند والأرنب ريتشارد يلعبان في بركة الرمال لنلعب في بركة الرمال حسناً توقفوا ما المشكلة نحن نحفر الطريق وأنا أكون المديرة هل سيستغرق كثيراً؟ فليستغرق الأمر مثل ما يستغرق علينا حفر حفرة ونعيد ملأها وهكذا أصلحنا الطريق مرحباً جورج حان وقت العودة يا للهول جورج لا يريد العودة إلى المنزل بعد في طريق العودة سنرى السيدة ثور يحفر الطريق يا جورج إلى اللقاء جونيان إلى اللقاء بابا بابا وجورج يتطلعان إلى رؤية السيد ثور مجدداً حفر رفعة ها نحن السيد ثور ليس هنا لابد أن السيدة ثور قد عاد إلى المنزل حفر رفعة موط توقف هل انكسر أنبوب المياه مجدداً؟ لا يا بابا هذه المرة إنها كبلات الكهرباء كيف ستقوموا؟ بإصلاح كلبات الكهرباء سنحفر الطريق مرحب بابا وجورج يحباني حفرة سيد ثور للطريق الجميع يحب حفرة سيد ثور للطريق الأرنب وريتشارد يأتي للعب بابا وجورج يلعبان في غرفتهما هذا أفضل منزل على الإطلاق جورج الأرنب وريتشارد هنا جورج ريتشارد داينوسول داينوسول إلى اللقاء ريتشارد سوف أأتي لإستحب بك لاحقا جورج وريتشارد صديقان جورج ريتشارد لقد أسقطت ما منزلي أرجوكما إلعباه بشكل هادئ لقد حول جورج سلة اللعب إلى بركان يستخدم ريتشارد الأشجار اللعبة ليكون غابة استخدم جورج مكعبات البناء لصنع نار داينوسول لقد حولت جورج وريتشارد الغرفة إلى أرض الديناسولات أنا سأرحم هذا مزعج جدا أنا أقول بطاطس وأنا أقول بطاطا بطاطس بطاطا من الجيد في الأيام الممترة أننا نشاهد البرامج الهامة في التلفاز بطاطس 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 إليه صديقه المفضل أما أنا فلا يوجد من ألعب معه يمكنك أن تطلبي من سوزي أن تأتي إلى هنا الحمل سوزي صديقة بابا المفضلة أيمكن سوزي أن تأتي الآن حقا؟ لنتصل بها مرحبا الحمل سوزي تتحدث سوزي هذه أنا أيمكنك أن تأتي لمنزلي؟ أجل يا بابا أيمكنني ارتداء زي الممرضة؟ أجل لكن أسرعي جدا إلى اللقاء يا سوزي سأعود لي أسرعي يا سوزي أصبح بك لاحقا جورج ريتشارد الممرضة سوزي هنا والممرضة سوزي تقول هذه ليست أرض الديناصورات إن هذا مشفى والمشفى يجب أن يكون نظيفا ومنظما لن تكون الغرفة أرض الديناصورات بعد الآن هذا مشفى وسأكون أنا الطبيبة المهمة وهذا الديناصور مريض أوافقك يا طبيبة إنه أخضر مريض جدا يجب أن يذهب للنوم وهذا الديناصور لونه بنفسجي مريض حقا أجل يا طبيبة يجب أن يذهب للنوم أيضا ديناصورات ديناصورات أسموتا التزم الهدوء في المشفى الغرفة ليست مشفى بعد الآن أصبحت محطة قطار لا لا يوجد أي قطارات في أرض الخيال أوه والآن الغرفة أرض الخيال الأشياء الجميلة فقط في أرض الخيال لماذا كل هذا البكاء؟ جورج وريتشارد يريداني لعب الديناصورات والقطارات ونحن نريد أن نلعب المشفى والجنيات أرى أن المطرق توقف بالخارج إذن؟ إذن يمكنكم اللعب بالخارج ولكنهم يحبون لعب الأولاد الصغار ونحن نحب لعب البنات الكبار ولكن بعد أم تمتر ماذا تجدون عادة في الحديقة؟ برك طين وتوجد برك الطين من أجل القصر على أسر الجميع يحب الخفز لأعلى وأسفل في برك الطين سواء كانوا بنات كبارا أو أولاد صغارا يوم المواهب إنها نهاية يوم آخر في حضنة بيبا أطفال غدا هو يوم المواهب يستعدوا وما هي الموهبة؟ الموهبة هي شيء تحب وتجيد أنا أحب مشاهدة التلفاز جدا وأنا أجيد ذلك اختاري شيئا سنحب نحن أن نراك تفعلينه موهبتي هي عصف الجتار وصل الأباء لاستحاب الأبناء لا تنسوا أن تفكروا فيما ستفعلونه في يوم المواهب غدا إنه وقت نومي بابا وجورج لا أستطيع النوم بعد ليس لدي موهبة أعرضها غدا لكنك تملكين العديد من المواهب أجل أستطيع القفز وأستطيع الغناء تلألئي تلألئي أيتها النجمة وأستطيع الرقص يا صوب اختيار موهبة واحدة أنا أجيد العديد من الأشياء لا تقلاقي يمكنك أن تقرري غدا حسنا إنه يوم المواهب إن مواهبي هي القفز والغناء والرقص لقد تدربت عليهم جميعا ليلة أمس كنت أتدرب على مشاهدة التلفاز ليلة أمس هذه ليست موهبة يا سوزي قالت السيدة جزال هذا ماذا سأفعل إذن؟ من سيعرض موهبته أولا؟ الكلب داني؟ أقرع الطبول أستطيع أن أرفع الصوت لا كان هذا رائع يا داني المهرب بادرو ما هي موهبتك؟ الألعاب السحرية هذا كوب مملوء بالماء إنه مبلل وأيضا شفاف الآن سأجعل المياه تختفي هينظروا إلي من فضلكم أغلقوا أعينكم افتحوا أعينكم اختفت المياه شكرا لكم الفيلة أملي أنا سأقوم بالعصف على الني ما هي موهبتك يا رباكا؟ يمكنني إصدار أصوات معينة هذا ينجح فقط إذا وقفت على أطراف أصابعي كان هذا جيدا جدا أجل لكن ماذا سأفعل الآن؟ كاندي ما هي موهبتك؟ القفز أنا كنت سأقوم بالقفز لكن ما زال لدي موهبة الرقص والغناء موهبتي هي الغناء تلقلقي تلقلقي أيتها النجمة ما زال لدي موهبة الرقص الحمل سوزي ما موهبتك؟ الرقص لا لا يمكنك الرقص يا للهول كان الرقص خيار بابا الأخير من الرائع أنكم اخترتم تقديم مواهبة مختلفة للغاية الآن من طبق لدينا؟ بابا لقد كنت سأقفز أغني أو أركس لكن تم عرضهم جميعاً الموهبة قد تكون أي شيء لكن ليس مشاهدة التلفاز فكري في شيء تحبين فعله حقاً أعرف لدي موهبة أجيدها بمهارة ترى ما هي موهبة بابا؟ موهبة خاصة التي لا يظاهر فيها أحد في العالم كله هي القفز الأعلى وأسفل في براكتين تحب بابا القفز في براكتين يحب الجميع القفز في براكتين الأميرة بابا حان وقت النوم لبابا وجورج ليلة سعيدة صغاري جراني وجرانبا بيج سيأتيان للعشاء أهلاً 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 أين بيبا وجورج؟ نائمان أوه ولكنني أردت رؤيتهما أأسطرق النظر؟ حسناً جراني بيج لكن كوني هادئة جراني بيج جانجي إيج صغيري الغاليين يجب أن تكون نائمين أحكي لنا قصة حسناً فقط إن وعدتماني أن تعود مباشرة للنوم سننام مباشرة بعد القصة حسناً في قديم الزمان كان هناك ولد صغير اسمه مغر بيدرو وجد بذرة سحرية أوه نعم الآن زرع بيدرو البذرة ونمت لتصبح شجرة فاصلياء عملاقة تصل للسماء هذا حقيقي؟ بعدها تسلق لقمة هذه الشجرة وجد عملاقاً كبيراً وسيئاً لا أريد هذه أريد قصة عن أميرة أوه نعم وجد هناك الأميرة ببل جميلة والفارس جورج الشجاع النبيل وتباخاً يطهو ألذ الأطعمة على الإطلاق مامي بيج دادي بيج وغرامبا بيج ينتظرون ليأكلوا سأذهب لأرى لما تأخرت جراني بيج ومت لي في القصة يا جدتي جراني بيج المشاكسة لقد أيقظت الصغار لقد دعاً نهى أن ننام بعد القصة مباشرة يا جرانبا بيج أنا جيد في إنهاء القصص يا جراني بيج انزلي أنت للأزفل أنا لد أتأخر هناك ولد شجرة فصلياء أميرة جميلة وفارس شجاع وطباخ يطهو عشاء لذيذة وبعد أن أكلوا العشاء اللذيذ ذهبوا جميعاً للنوم النهاية ثم استيقظوا جميعاً وجاء لهم ساحر ساحر؟ أجل ساحر سيؤدي عرضاً سحرياً كبيراً آه لكن ثم جاء تنين مخيف جداً آه جراني بيج مامي بيج ودادي بيج ما زالوا ينتظرون العشاء يبدو أن قصة ما قبل النوم هذه لا تنجح أنا خبير في قصص ما قبل النوم سأجعلهما ينامان في دقيقة آه تنين مخيف بيجا جورج إلى النوم لكن جرانبا بيج لم يكن بإكمال القصة بعد يا أبي سوف أنهيها سأكون في الأسفل بسرعة حسناً هناك ولد، شجرة فصلياء، قلعة، أميرة جميلة، فارس شجيع، طباخ، ساحر وتنين مخيف آه وملك جائع للغاية إذن دناول الجميع عشاء كبيراً وعاشوا بسعادة أبدية النهاية ثم أقام حفلة وجاء كل أصدقائهم حسناً، يجب علي أن أحل هذا دادي بيك أوشكوا على النوم شكراً، سوف أتولى الأمر عليك إنهاء القصة يا أمي حسناً بسرعة، أخبريني ماذا حدث كان يا مكان في قديم الزمان منذ زمن بعيد مامي بيك ظلت هناك لمدة طويلة يمكنني سماع شخيرين وأخيراً بيبا وجورج نائماً وعشوا جميعاً في سعادة أبدية النهاية بيبا؟ جورج؟ إن أمي نائمة يا أبي يبدو أن الأميرة بيبا هي الأفضل في قراءة القصص هذا صحيح، بالفعل الغسل يقوم دادي بيك بالغسل هذا الصباح يا أبي ما هذا القميص؟ إنه قميص كرة القدم سيلعب الوالد كرة القدم هذا المساء أولاً سأذهب للعمل أراكم لحقاً وداعاً إلى اللقاء مسكين يا أبي، يجب أن يذهب للعمل إنه مسكين هيا لنلعب أجل، هيا نلعب تحب بيبا القفز الأعلى وأسفل في بيرة الطين يحب جورج القفز الأعلى وأسفل في بيرة الطين تحب مامي بيك القفز الأعلى وأسفل في بيرة الطين يا للهول أمي، لقد رششنا بعض الطين على قميص كرة القدم لا تقلق، سنغسله غسله لن يأخذ وقتاً، ولن يعرف أبداً بشأن الطين لنجد أشياء أخرى نضعها بالغسالة أوه، إن ثوبي به بعض الطين مامي بيك وجورج وجد أشياء أخرى ليغسلاها أحسنت يا جورج نضع الملابس هنا ثم نشغلها تمتلئ الغسالة بالصبون والماء ساخن اغسل، 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 اغسل تجعل الغسالة الغرفة كلها تهتز أوه، بابا، أين ثوبك؟ أنا أقوم بغسله ماذا؟ أوه، لا انظري يا أمي، ثوبي الأحمر أصبح نظيفاً الآن أجل يا بابا، ولكن انظري ماذا فعل؟ يا للهول، لقد حول ثوب بابا الأحمر كل الملابس إلى وردي الوردي ليس أفضل لون لقميس كرة القدم لقد عاد دادي بيك من العمل مرحباً جميعاً مرحباً يا أبي دادي بيك، لدينا مشكلة صغيرة و... أخبريني لاحقاً، يجب أن أستعد لكرة القدم أين قميس كرة القدم؟ هنا لا تكوني سخيفة يا بيبا، هذا أحد أثواب أمك، إنه وردي لا يا دادي بيك، إنه قميس كرة القدم لقد اتسخ بطيني قليلاً لذا غسلناه ثم اتسخ كل شيء بعدها أسفة يا أبي أنا لا أستطيع ارتداء قميس وردي ولم لا يا أبي، إن الوردي لون جميل ماذا تظن يا جورج؟ آه، جورج لا يحب الوردي ها قد أتى أصدقاء دادي بيك، سيد ثور، سيد أرنب، سيد مهر، وسيد حمار وحشي مووو، هل دادي بيك قادم للعب؟ فقط يحتاج لحظة فريقي لونه أبيض، أحتاج لقميس أبيض لكن يا أبي، لديك قميس أبيض، فقط كن بخلع ستراتك أرأيت؟ هذا رائع، شكراً لك يا بيبا مرحباً جميعاً مرحباً دادي بيك، يعجبني قميسك جميل جداً، شكراً أيا، لنلعب كرة القدم أجل مرحبا، 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 مرحبا أبي، لقد كنت بتلطيخ كميسك بالطين بالطبع يا بيبا، قمسان كرة القدم تتلطخ بالطين دوماً دادي بيك يحب لعب كرة القدم، الجميع يحب لعب كرة القدم، خاصة وهي بالطين المهرجان اليوم حضرت بيبا مع عائلتها إلى المهرجان أحب المهرجان كثيراً الزلاقة، الزلاقة يريد جورج الذهاب إلى الزلاقة حسناً، أراكم لاحقاً أراكم لاحقاً اقتربوا هنا، إصطادوا بطا، وفوزوا بدمية دب هل يمكن أن نجرب يا أمي؟ حسناً، جنيه واحد رجاءً جنيه؟ إنه للأعمال الخيرية فوزي بالدمية العملاقة سأحاول يا بيبا، لكن أظن أن هذا سهل محيقة، ليس لديك فرصة ماذا؟ إنه مستحيل، مضيعة للمال في رأيه سنرى ما يحدث فازت مامي بيج مرحى هذا مذهل، دبك العملاق ألا تريدين دمية أصغر يا بيبا؟ لا، هذا مستحيل انظر يا أمي، إنها دمية عملاقة كبيرة بعض الشيء لا، ليست كذلك جوج ودادي بيج في طبور الزلاقة الكبيرة إنها مرتفعة بعض الشيء يا جورج، هل تجربها؟ جنيه من فضلك؟ جنيه، إنه للأعمال الخيرية هيها به هيه بيه جو، بقية العملاة أنه لا مgehen أن يتعلم للأمين؟ يلا، الحاول، إنها مرتفعة على الجورج لا تقلق يا جورج، Eliot سأصعد معاك، هذه المقابلة جنيه من فضلك أوه كسب�� ليالهود جورج، خاف المرتفعات بعد الآن أوه إنها مرتفعة بعض الشيء سأنزل على الدرج الدرج مكتظ بالأطفال هذا هو الطريق لأسفل يا دادي بيك أوه حسنا اقتربوا هيا أصيبوا الهدف وستفوزون بدمية عملاقة يمكنك الفوز بسهولة لا نريد دمية عملاقة أخرى لا تقلقي لن تفوزي فهذه ليست للنساء معذرة ماذا قلت؟ إنها لعبة مهارة كم ثمن المرة؟ جنيه فازت مامي بيك لا يصدق تفضلي دميتك هيا مرحى أريد دمية كهذه يا أمي كبيرة للغاية لا ليست كذلك دادي بيك وجوج يركبان العجلة الضوارة تمسكوا جيداً هذا مرتفع للغاية أنا سعيد لانتهائنا خمس جولات مقابل جنيه واحد خمس جولات أولاً اقتربوا 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 اختبروا قوتكم في لعبة المترقة القديمة ماذا سنفعل؟ تطرقين هذا الزر بالمترقة إذا رأنا الجرس تفوزين بجائزة لا حاجة للمهارة بل تحتاجون للقوة أنا سأجرب جنيه واحد حظ سيء أنا قوي سأجرب عنها ابتعدوا جميعاً كن حذراً يا دادي بيك لست لائقاً أجل يبدو دادي بيك سميناً بعض الشيء ماذا؟ أنا أعني أن بطن دادي بيك كبيرة بعض الشيء أعطيني هذه المترقة يا للهول لم أرى شيئاً كهذا من قبل فز بكل الدمى العملاقة التي لدينا مرحى أيمكننا إعطاء هذه الدمى لأصدقائي؟ فكرة جيدة شكراً يا بيبا لطيفة جداً شكراً جزيلاً جولة بالقطار اليوم ستذهب بيبا وأصدقاؤها في جولة بالقطار السيد أرنب هو مسؤول المحطة كم تذكرة؟ واحدة نتان ثلاث أربع خمس ست ست سبع ثمان تسع عشر عشر تذاكرة للأطفال وتذكرة لي يا أطفال لا تضيع هذه التذاكر أيمكنني رؤية تذكرتك؟ لقد فقدت تذكرتي عزيزي بادرو كن أكثر حرصاً ها هي تذكرتك حاول ألا تضيعها مجدداً ها هو القطار أنسة أرنب هي سائقة القطار ليصعد الجميع مرحب القطار يزير على المصار تشو 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 على المصار ها هي أوراق النشاطات على الأطفال أن يجدوا كل شيء في أوراق النشاطات قارب صندوق الإشارة وأيضاً نفق أنا أرى أشجاراً هل الأشجار في القائمة؟ لا أستطيع أن أرى سحاباً هل السحاب في القائمة؟ لا أستطيع أن أرى الكلب الجد مرحباً بكم مرحباً الكلب الجد هل الكلب الجد في القائمة؟ بيبا المضحكة جدي لن يكون في القائمة ولكنه يقود قارباً والقارب في القائمة مرحب الأطفال يعلمون على القارب في أوراق نشاطاتهم التذاكر جاء السيد أرنب ليتفقد تذاكر الجميع أعتقد أنني فقدت ذكرتي يا للهول يا للهول مياو ها هي تذكرتك يا بيدرو كنت تجلس فوقها والآن أحاول أن لا تضيعها مجدداً يا بيدرو إن القطار يصعد ببطء إن القطار ينزل بسرعة سيدة جزال أشعر أنني لست بخير أذهب إلى الأمام من فضلك حسناً يا بيدرو اذهب إلى مقدمة القطار أهلاً بيدرو قل لي ألست بخير هل توضل قيادة القطار؟ مقدمة القطار؟ نعم من فضلك ها هي trio مقدمة القطار القطار يسير على المصار شو 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 على المصار صندوق الإشارة هذا في القائمة مرحب الأطفال يعلمون على صندوق الإشارة الإشارة أوقفت القطار من أجل أن يعبر شخص مهم إنها السيدة بطا وأصدقاؤها أوه ما هذا ما زلنا لم نرى النافق بعد أوه المكان مظلم نحن في نفق النفق هو آخر شيء في أوراق النشطات مرحب آخر محطة تغيير كلي لينزل الجميع الآن ولكن سيدة جزيل كيف سنعود للمنزل ها بابا نحن حيثما بدأنا لقد دار القطار في دائرة كبيرة التذكير أرجوكم بيدرو أضع تذكرته مجددا بيدرو هل أخذ قبعتي من فضلك؟ ها هي التذكرة بيدرو أوه لقد وضعتها هنا جرانبا بيك في سيحة اللاعب يعتني جرانبا بيك بالتفا وجوج اليوم الآن يا جدي سوف أشرح لك كيف يعمل كل شيء هذه هي الزلاقة تتسلق من هنا وتتزلق من هنا ويتناوب عليها كل في دوره أعرف ما هي الزلاقة يا بيبا اعتدت أن ألعب على واحدة عندما كنت صغيرا جدي هل كان لديكم أرجوحة أيضا في الماضي؟ كان لدينا أراجيح وهياكل تسلق ودوارات لكن لعبة المفضلة كانت الزلاقة إنها مفضلة أيضا يتناوب الجميع على الزلاقة في أدوار ريتشارد المشاغب تعرف أن عليك انتظار دورك يجد الأرنب ريتشارد صعوبة في انتظار دوره يا للهول ليس من السهل أن تكون صغيرا صحيح يا ريتشارد لأن ريتشارد صغير أظن أنه لا يجب أن ينتظر ما كنت لأغير القانون لو كنت مكانك هذا هراء الأطفال يتفهمون أليس كذلك؟ لكن يا جدي جورج صغير ولكنه ينتظر دوره أجل جورج صغير لذلك لا يجب أن ينتظر أيضا ريتشارد وجورج يتبدلان كل الأدوار على الزلاقة يا جدي متى يمكننا أن نلعب على الزلاقة؟ لا تقلق يا بيبا لن يلعب لوقت طويل أنا سأمت الانتظار وأنا أيضا لنلعب على الأرجوحة ها هو المهر بادرو على الأرجوحة بادرو هل يمكنني التأرجح الآن؟ أريد فقط التأرجح لبعض الوقت لكنك تتأرجح منذ وقت طويل جرانبا بيج أتستطيع دفعي قليلا من فضلك؟ أظن أنه دور شخص آخر الآن يا بيدرو لكنني سأعود للمنزل مبكرا أتفهمك هذا أمر مختلف دعني أدفعك إذن لكن يا جدي لقد سأمت الانتظار وأنا وأنا هيا نلعب على الدوار يريد الجميع الصعود على الدوار الكثير من الأطفال على الدوار لينزل الجميع لكن يا جرانبا بيج لقد وصلت هنا أولاً إذن يمكنك الصعود مجدداً على الدوار أريد الصعود أيضاً أوه لماذا يا ريبيكا؟ لأن عيد ميلادي اقترب جداً أوه حسناً وأنا؟ أوه لا بأس هل الجميع مستعد؟ أجل توقف ليس هناك أولاد على الدوار هل الجميع مستعد الآن؟ أنا أرتدي نظرات أستطيع الصعود من فضلك؟ الأطفال يضعون قواعدهم الخاصة أريد الصعود لأنني أحب الجزر الآن هل أنتم مستعدون؟ لا سأصعد لأنني أستطيع فعل هذا ها هي مامي بيج كيف الحال يا جرامبا بيج؟ أنا مرتبك إن قواعد ساحة اللعب معقدة للغاية هناك قاعدة واحدة يا جرامبا بيج وهي أن ينتظر الجميع دوره ماذا؟ حتى هؤلاء الصغار؟ حتى الصغار ماذا عن الكبار للغاية؟ مثل جرامبا بيج حتى الكبار للغاية مثل جدك في ساحة اللعب يلعب كل شخص في دوره حفر الطريق إنه نهار مشمس ورائع بابا وعائلتها سيأخذون السيارة إلى ساحة اللعب هل الجميع مستعد؟ أجل يا دادي بيج إذن هيا بنا هيا إلى ساحة اللعب هيا إلى ساحة اللعب بابا وجورج يحبان الذهاب إلى ساحة اللعب أوه لماذا توقفنا يا أبي؟ إنه ازدحام مروري لكننا نريد الوصول إلى ساحة اللعب لا تطلق يا جورج المرور يتحرك مجدداً توقف السيد ثور أوقف المرور ما المشكلة يا سيد ثور؟ نحن نحفر الطريق إنني أرى هناك مياه تخرج من الأرض أجل هذا هو ما نقوم بإصلاحه سيستغرق الأمر وقتاً؟ فليستغرق الأمر مثل ما يستغرق حفار حفار يحب جورج الحفارين من هنا يا وحيد القرن عشناً يا مدير السيد ثور هو المدير من أين أتت كل تلك المياه يا سيد ثور؟ إنها من أمبوب مياه مكسور تحت الأرض كيف ستصلحها؟ سوف نحفر الطريق ونغلق المياه؟ جورج يحب الرافعات رفعه رفعه ونخرج الأنبوب القديم ونضاع الجديد شكراً لتركنا نشاهد عملك لا مشكلة إلى اللقاء نراكم لاحقاً يا للهول جورج لا يريد ترك السيد ثور سنذهب إلى ساحة اللعب يا جور يمكنك أن تلعب بالحفار والرافعة وسنرى السيد ثور مجدداً في طريق العودة بابا وعائلتها وصلوا إلى ساحة اللعب مرحباً جميعاً مرحباً بابا الفيل أدمند والأرنى بريتشارد يلعبان في بركة الرمال برم 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 لنلعب في بركة الرمال حسناً توقفوا ما المشكلة؟ نحن نحفر الطريق وأنا أكون المديرة هل سيستغرق كثيراً؟ فليستغرق الأمر مثل ما يستغرق علينا حفر حفرة برم برم ونعيد ملأها برم برم وهكذا أصلحنا الطريق مرحباً مرحباً يريد العودة إلى المنزل بعد في طريق العودة سنرى السيدة ثور يحفر الطريق يا جورج إلى اللقاء جنيان إلى اللقاء بابا بابا وجورج يتطلعان إلى رؤية السيد ثور مجدداً حفر رفع رم ها نحن السيد ثور ليس هنا لابد أن السيدة ثور قد عاد إلى المنزل حفر الرافعة توقف هل انكسر أنبوب المياه مجدداً؟ لا يا بابا هذه المرة إنها كبلات الكهرباء كيف ستقوموا؟ في إصلاح كلابات الكهرباء سنحفر الطريق مهر مرحب تابا وجوج يحباني حفرة سيد ثور للطريق الجميع يحبوا حفرة سيد ثور للطريق الأرنب وريتشارد يأتي للعب بابا والجورج يلعبان في غرفتهما هذا أفضل منزل على الإطلاق جورج الأرنب وريتشارد هنا جورج ريتشارد ديناسول ديناسول إلى اللقاء ريتشارد سوف أتنستحب بك لاحقا جورج وريتشارد صديقان جورج ريتشارد لقد أسقطت ما منزلي أرجوكما إلعباه بشكل هادئ لقد حول جورج سلة اللعب إلى بركان يستخدم ريتشارد الأشجار اللعبة ليكون غابة استخدم جورج مكعبات البناء لصنع نار ديناسول لقد حولت جورج وريتشارد الغرفة إلى أرض الديناصورات أنا سأرحم هذا مزعج جدا أنا أقول بطاطس وأنا أقول بطاطا بطاطس بطاطا من الجيد في الأيام الممترة أننا نشاهد البرامج الهامة في التلفاز بطاطس بطاطا بطاطس بطاطا أمي جورج وريتشارد حول الغرفة إلى أرض الديناصورات وأرض الديناصورات مزعجة جدا جورج لديه صديقه المفضل أما أنا فلا يوجد من ألعب معه يمكنك أن تطلبي من سوزي أن تأتي إلى هنا الحمل سوزي صديقة بابا المفضلة أيمكنه سوزي أن تأتي؟ الآن حقا؟ لنتصل بها مرحبا الحمل سوزي تتحدث سوزي هذه أنا أيمكنك أن تأتي لمنزلي؟ أجل يا بابا أيمكن يرتداء زي الممرضة؟ أجل لكن أسرعي جدا إلى اللقاء يا سوزي سأعود لي أسرعي يا سوزي أصبح بك لاحقا جورج ريتشارد الممرضة سوزي هنا والممرضة سوزي تقول هذه ليست أرض الديناصورات إن هذا مشفى والمشفى يجب أن يكون نظيفا ومنظما لن تكون الغرفة أرض الديناصورات بعد الآن هذا مشفى وسأكون أنا الطبيبة المهمة وهذا الديناصور مريض أوافقك يا طبيبة إنه أخضر مريض جدا يجب أن يذهب للنوم وهذا الديناصور لونه بنفسجي مريض حقا أجل يا طبيبة يجب أن يذهب للنوم أيضا ديناصور أسموتا التزم الهدوء في المشفى الغرفة ليست مشفى بعد الآن أصبحت محطة قطار لا لا يوجد أي قطارات في أرض الخيال أوه والآن الغرفة أرض الخيال الأشياء الجميلة فقط في أرض الخيال لماذا كل هذا البكاء؟ جورج وريتشيرد يريدان لعب الديناصورات والقطارات ونحن نريد أن نلعب المشفى والجنيات أرى أن المطرق توقف بالخارة إذن؟ إذن يمكنكم اللعب بالخارج ولكنهم يحبون لعب الأولاد الصغار ونحن نحب لعب البنات الكبار ولكن بعد أم تمطر ماذا تجدون عادة في الحديقة؟ برك طين وتوجد برك الطين من أجل القفز على أسفل الجميع يحب الخفز لأعلى وأسفل في برك الطين سواء كانوا بنات كباراً أو أولاد صغاراً يوم المواهب إنها نهاية يوم آخر في حضانة بيبا أطفال غداً هو يوم المواهب استعدوا وما هي الموهبة؟ الموهبة هي شيء تحب وتجيد أنا أحب مشاهدة التلفاز جداً وأنا أجيد ذلك اختاري شيئاً سنحب نحن أن نراك تفعلينه موهبتي هي عزف الجتار وصل الأباء لاستحاب الأبناء لا تنسوا أن تفكروا فيما ستفعلونه في يوم المواهب غداً إنه وقت نوم بابا وجورج لا أستطيع النوم بعد ليس لدي موهبة أعرضها غداً لكنك تملكين العديد من المواهب أجل أستطيع القفز وأستطيع الغماء تلألئي تلألئي أيتها النجمة وأستطيع الرقص يصوب اختيار موهبة واحدة أنا أجيد العديد من الأشياء لا تقلاقي يمكنك أن تقرري غداً حسناً إنه يوم المواهب إن مواهبي هي القفز والغناء والرقص لقد تدربت عليهم جميعاً ليلة أمس كنت أتدرب على مشاهدة التلفاز ليلة أمس هذه ليست موهبة يا سوزي قالت السيدة جزال هذا ماذا سأفعل إذن؟ من سيعرض موهبته أولاً؟ الكلب داني؟ أقرع الطبول أستطيع أن أرفع الصوت لا كان هذا رائعاً يا داني المهرب بادرو ما هي موهبتك؟ الألعاب السحرية هذا كوب مملوء بالماء إنه مبلل وأيضاً شفاف الآن سأجعل المياه تختفي هينظروا إلي من فضلكم أغلقوا أعينكم افتحوا أعينكم اختفت المياه شكراً لكم الفيلة أملي أنا سأقوم بالعصف على الني ما هي موهبتك يا رباكا؟ يمكنني إصدار أصوات معينة هذا ينجح فقط إذا وقفت على أطراف أصابعي كان هذا جيداً جداً أجل لكن ماذا سأفعل الآن؟ كاندي ما هي موهبتك؟ القفز أنا كنت سأقوم بالقفز لكن ما زال لدي موهبة الرقص والغناء؟ موهبتي هي الغناء تلقلقي تلقلقي أيتها النجمة ما زال لدي موهبة الرقص؟ الحمل سوزي ما موهبتك؟ الرقص لا لا يمكنك الرقص يا للهول كان الرقص خيار بابا الأخير من الرائع أنكم اخترتم تقديم مواهبة مختلفة للغاية الآن من تبقى لدينا؟ بابا لقد كنت سأقفز أغني أو أركس لكن تم عرضهم جميعاً الموهبة قد تكون أي شيء لكن ليس مشاهدة التلفاز فكري في شيء تحبين فعله حقاً أعرف لدي موهبة أجيدها بمهارة ترى ما هي موهبة بابا؟ موهبة خاصة التي لا يظاهيني فيها أحد في العالم كله هي القفز الأعلى وأسفل في برك الطين يحب بابا القفز في برك الطين يحب الجميع القفز في برك الطين الأميرة بابا حان وقت النوم لبابا وجورج ليلة سعيدة صغاري جراني وجرانبا بيك سيأتياني للعشاء أهلاً أهلاً أين بابا وجورج؟ نائمان أوه، ولكنني أردت رؤيتهما أأسترق النظر؟ حسناً جراني بيك لكن كوني هادئة جراني بيك جنجي إيج صغيري الغاليين، يجب أن تكون نائمين أحكي لنا قصة حسناً، فقط إن وعدت ماني أن تعود مباشرة للنوم سننام مباشرة بعد القصة حسناً، في قديم الزمان كان هناك ولد صغير اسمه مغرو بيدرو وجد بذرة سحية أوه، نعم، الآن زرع بيدرو البذرة ونمت لتصبح شجرة فاصلياء عملاقة تصل للسماء هذا حقيقي بعدها تسلق لقمة هذه الشجرة وقت وجد عملاقاً كبيراً وسيئاً لا أريد هذه، أريد قصة عن أميرة أوه، نعم، وجد هناك الأميرة ببل جميلة والفارس جورج، الشجاع النبيل وتباخاً يطهو ألذى الأطعمة على الإطلاق ماني بيج، دادي بيج وغرانبا بيج ينتظرون ليأكلوا سأذهب لأرى لما تأخرت جراني بيج ومدت لي في القصة يا جدتي جراني بيج المشاكسة، لقد أيقظت الصغار لقد وعدنيها أن ننام بعد القصة مباشرة يا جرانبا بيج أنا جيد في إنهاء القصص يا جراني بيج انزلي أنت للأزفل، أنا لد أتأخر هناك ولد، شجرة فصلياء، أميرة جميلة وفارس شجاع، وطباخ يطهو عشاء لذيذة وبعد أن أكلوا العشاء اللذيذ، ذهبوا جميعاً للنوم النهاية ثم استيقظوا جميعاً وجاء لهم ساحر ساحر؟ أجل، ساحر، سيؤدي عرضاً سحرياً كبيراً آه لكن ثم جاء تنين مخيف جدا آه جراني بيج مامي بيج ودادي بيج ما زالوا ينتظرون العشاء يبدو أن قصة ما قبل النوم هذه لا تنجح أنا خبير في قصص ما قبل النوم سأجعلهما ينامان في دقيقة آه تنين مخيف بيبا جورج إلى النوم لكن جران بابيج لم يكن بإكمال القصة بعد يا أبي سوف أنهيها سأكون في الأسفل بسرعة حسنا هناك ولد شجرة فصلياء قلعة أميرة جميلة فارس شجاع طباخ ساحر وتنين مخيف وملك جائع للغاية إذن دناول الجميع عشاء كبيرا وعاشوا بسعادة أبدية النهاية ثم أقام حفلة وجاء كل أصدقائهم حسنا يجب علي أن أحل هذا ديجي بيك أوشكوا على النوم شكرا سوف أتولى الأمر عليك إنهاء القصة يا أمي حسنا بسرعة أخبريني ماذا حدث كان يا مكان في قديم الزمان منذ زمن بعيد مامي بيك ظلت هناك لمدة طويلة يمكنني سماع شخيرين وأخيرا بيبا وجورج نائما وعشوا جميعا في سعادة أبدية النهاية بيبا جورج إن أمي نائمة يا أبي يبدو أن الأميرة بيبا هي الأفضل في قراءة القصص هذا صحيح بالفعل يقوم دادي بيك بالغسل هذا الصباح يا أبي ما هذا القميص؟ إنه قميص كرة القدم سيلعب الوالد كرة القدم هذا المساء أولا سأذهب للعمل أراكم لحقا وداعا إلى اللقاء مسكين يا أبي يجب أن يذهب للعمل آه إنه مسكين هيا لنلعب أجل هيا نلعب تحب بيبا القفز لأعلى وأسفل في بيراكتين يحب جورج القفز لأعلى وأسفل في بيراكتين تحب مامي بيك القفز لأعلى وأسفل في بيراكتين يا للهول أمي لقد رششنا بعض الطين على قميس كرة القدم لا تقلق سنغسله غسله لن يأخذ وقتاً ولن يعرف أبداً بشأن الطين لنجد أشياء أخرى نضعها بالغسالة أوه إن ثوبي به بعض الطين مامي بيج وجوج وجد أشياء أخرى ليخسلها أحسنت يا جورج نضع الملابس هنا ثم نشغلها تمتلئ الغسالة بالصبون والماء ساخن اخسل 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 تجعل الغسالة الغرفة كلها تهتز أوه بابا أين ثوبك؟ أنا أقوم بغسله ماذا؟ أوه لا انظري يا أمي ثوبي الأحمر أصبح نظيفاً الآن أجل يا بابا ولكن انظري ماذا فعل؟ يا للهول لقد حول ثوب بابا الأحمر كل الملابس إلى وردي الوردي ليس أفضل لون لقميس كرة القدم أوه لقد عاد دادي بيج من العمل مرحباً جميعاً مرحباً يا أبي دادي بيج لدينا مشكلة صغيرة و... أخبريني لاحقاً يجب أن أستعد لكرة القدم أين قميس كرة القدم؟ هنا لا تكوني سخيفة يا بيبا هذا أحد أثواب أمك إنه وردي لا يا دادي بيج إنه قميس كرة القدم لقد اتسخ بطيني قليلاً لذا غسلناه ثم اتسخ كل شيء بعدها أسفة يا أبي أنا لا أستطيع ارتداء قميس وردي ولم لا يا أبي؟ إن الوردي لون جميل ماذا تظن يا جورج؟ جورج لا يحب الوردي ها قد أتى أصدقاء دادي بيج سيد ثور، سيد أرنب، سيد مهر، وسيد حمار وحشي هل دادي بيج قادم للعب؟ فقط يحتاج لحظة فريقي لونه أبيض أحتاج لقميس أبيض لكن يا أبي لديك قميس أبيض فقط كن بخلع ستراتك أرأيت؟ هذا رائع شكرا لك يا بيبا مرحبا جميعا مرحبا دادي بيج يعجبني قميسك جميل جدا شكرا أيا لنلعب كرة القدم أجل 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 أبي، لقد كنت بتلطيخ قميسك بالطين بالطبع يا بيبا قمسان كرة القدم تتلطخ بالطين دوما دادي بيج يحب لعب كرة القدم الجميع يحب لعب كرة القدم خاصة وهي بالطين المهرجان اليوم حضرت بابا مع عائلتها إلى المهرجان أحب المهرجان كثيرا الزلاقة، الزلاقة يريد جورج الذهاب إلى الزلاقة حسنا، أراكم لاحقا أراكم لاحقا اقتربوا هنا استعدوا بطة وفوزوا بدمية دب هل يمكن أن نجرب يا أمي؟ حسنا جنيه واحد رجاء جنيه؟ إنه للأعمال الخيرية فوزي بالدمية العملاقة سأحاول يا بيبا لكن أظن أن هذا سهل محيقة ليس لديك فرصة ماذا؟ إنه مستحيل مضيعة للمال في رأيه سنرى ما يحدث فازت مامي بيج مرحى هذا مذهل دبك العملاق ألا تريدين دمية أصغر يا بيبا؟ لا، هذا مستحيل انظر يا أمي إنها دمية عملاقة كبيرة بعض الشيء لا، ليست كذلك جوج ودادي بيج في طبور الزلاقة الكبيرة إنها متفعة بعض الشيء يا جورج، هل تجربها؟ جنيه من فضلك؟ جنيه، إنه للأعمال الخيرية يلا الحول، إنها مرتفعة على جورج لا تقلق يا جورج سأصعد معك هذا مقابل جنيه من فضلك؟ لم يعد جورج يخاف المرتفعة بعد الآن إنها مرتفعة بعض الشيء سأنزل على الدرج الدرج مكتظ بالأطفال هذا هو الطريق لأسفل يا دادي بيج أوه، حسناً اقتربوا، هيا، أصيبوا الهدف، وستفوزون بدمية عملاقة يمكنك الفوز بسهولة لا نريد دمية عملاقة أخرى لا تقلقي، لن تفوزي، فهذه ليست للنساء معذرة ماذا قلت؟ إنها لعبة مهارة كم ثمن المرة؟ جنيه فازت مامي بيج لا يصدق تفضلي دميتك هيا مرحى أريد دمية كهذه يا أمي كبيرة للغاية لا ليست كذلك دادي بيج وجورج يركبان العجلة الضوار تمسكوا جيدا هذا مرتفع للغاية أنا سعيد لانتهائنا خمس جولات مقابل جنيه واحد خمس جولات أولا اقتربوا اقتربوا اختبروا قوتكم في لعبة المترقة القديمة ماذا سنفعل؟ تطرقين هذا الزر بالمترقة إذا رأنا الجرس تفوزين بجائزة لا حاجة للمهارة بل تحتاجون للقوة أنا سأجرب جنيه واحد حظ سيء أنا قوي سأجرب عنها ابتعدوا جميعا كن حذرا يا دادي بيج لست لائقا أجل يبدو دادي بيج سمينا بعض الشيء ماذا؟ أنا أعني أن بطن دادي بيج كبيرة بعض الشيء أعطيني هذه المترقة يا للهول لم أرى شيئا كهذا من قبل فز بكل الدمى العملاقة التي لدينا مرحى أيمكننا إعطاء هذه الدمى لأصدقائي؟ فكرة جيدة شكرا يا بيبا لطيفة جدا شكرا جزيلا جولة بالقطار اليوم ستذهب بيبا وأصدقاؤها في جولة بالقطار السيد أرنب هو مسؤول المحطة كم تذكرة؟ واحد اثنتان ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر عشر تذاكرة للأطفال وتذكرة لي يا أطفال لا تضيع هذه التذاكر أيمكنني رؤية تذكرتك؟ لقد فقدت تذكرتي عزيزي بادرو كن أكثر حرصا ها هي تذكرتك حاول ألا تضيعها مجددا ها هو القطار أنيسة أرنب هي سائقة القطار ليصعد الجميع مرحب القطار ياسير على المصار تشو 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 على المصار ها هي أوراق النشطات أوه على الأطفال أن يجدوا كل شيء في أوراق النشطات كارب صندوق الإشارة وايضا نفق أنا أرى أشجارا هل الأشجار في القائمة؟ لا أستطيع أن أرى سحابا هل السحاب في القائمة؟ لا أستطيع أن أرى الكلب الجد مرحبا بكم مرحبا الكلب الجد هل الكلب الجد في القائمة؟ بيبا المضحكة جدي لن يكون في القائمة ولكنه يقود قاربا والقارب في القائمة مرحبا الأطفال يعلمون على القارب في أوراق نشطاتهم التذاكر جاء السيد أرنب ليتفقد تذاكر الجميع أعتقد أنني فقدت ذكرتي يا للهول يا للهول ها هي تذكيرتك يا بيدرو كنت تجلس فوقها والآن أحاول أن لا تضيعها مجددا يا بيدرو إن القطار يصعد ببطء إن القطار ينزل بسرعة سيدة جزال أشعر أنني لست بخير أذهب إلى الأمام من فضلك؟ حسنا يا بيدرو اذهب إلى مقدمة القطار أهلاً بيدرو قل لي ألست بخير هل تود قيادة القطار؟ نعم من فضلك القطار ياسير على المسار جوتشو جوتشو لسودشو لسود شو على المسار صندوق الإشارة هذا في القائمة مرحى الأطفال يعلمون على صندوق الإشارة الإشارة أوقفت القطار من أجل أن يعبر شخص مهم إنها السيدة بطا وأصدقاؤها أوه ما هذا ما زلنا لم نرى النفق باع أوه المكان مظلم نحن في نفق النفق هو آخر شيء في أوراق النشطات مرحى آخر محطة تغيير كلي لينزل الجميع الآن ولكن سيدة جزيل كيف سنعود للمنزل ها ها بابا نحن حيثما بدأنا لقد دار القطار في دائرة كبيرة التذاكر أرجوكم آم بيدرو أضع تذكرته مجدداً آم بيدرو هل أخذ قبعتي من فضلك؟ ها هي التذكرة بيدرو أوه لقد وضعتها هنا عب seconds جرامبا بيك في صحة اللاعب يعتني جرامبا بيك بالتطای وجوش اليوم الآن يا جدی سوف أشرح لك كيف يعمل كل شيء هذه هي الزلاقة تتسلق من هنا وتتزلق من هنا ويتناوب عليها كل في دوره أعرف ما هي الزلاقة يا بيبا اعتدت أن ألعب على واحدة عندما كنت صغيراً جدي هل كان لديكم أرجوحة أيضاً في الماضي؟ كان لدينا أراجيح وهياكل تسلق ودوارات لكن لعبة المفضلة كانت الزلاقة إنها مفضلة أيضاً يتناوب الجميع على الزلاقة في أدوار ريتشارد المشاغب تعرف أن عليك انتظار دورك يجد الأرنب ريتشارد صعوبة في انتظار دوره يا للهول ليس من السهل أن تكون صغيراً صحيح يا ريتشارد لأن ريتشارد صغير أظن أنه لا يجب أن ينتظر ما كنت لأغير القانون لو كنت مكانك هذا هراء الأطفال يتفهمون أليس كذلك؟ لكن يا جدي جورج صغير ولكنه ينتظر دوره أجل جورج صغير لذلك لا يجب أن ينتظر أيضاً ريتشارد وجورج يتبدلان كل الأدوار على الزلاقة يا جدي متى يمكنون أن نلعب على الزلاقة؟ لا تقلق يا بيبا لن يلعب لوقت طويل أنا سقمت لانتظار وأنا أيضاً لنلعب على الأرجوحة ها هو المهر بادرو على الأرجوحة بادرو هل يمكنني التأرجح الآن؟ أريد فقط التأرجح لبعض الوقت لكنك تتأرجح منذ وقت طويل أتستطيع دفعي قليلاً من فضلك؟ أظن أنه دور شخص آخر الآن يا بادرو لكنني سأعود للمنزل مبكراً أتفهمك هذا أمر مختلف دعني أدفعك إذن لكن يا جدي لقد تقيمت الانتظار وأنا وأنا هيا نلعب على الدوار يريد الجميع الصعود على الدوار الكثير من الأطفال على الدوار لينزل الجميع لكن يا جرامبا بيك لقد وصلت هنا أولاً إذن يمكنك الصعود مجدداً على الدوار أريد الصعود أيضاً أوه لماذا يا ريبيكا؟ لأن عيد ميلادي اقترب جداً أوه حسناً وأنا أنا؟ أوه لا بأس هل الجميع مستعد؟ أجل توقف ليس هناك أولاد على الدوار هل الجميع مستعدون الآن؟ أنا أرتدي نظرات أستطيع الصعود من فضلك؟ الأطفال يضعون القواعدهم الخاصة أريد الصعود لأنني أحب الجزر الآن هل أنتم مستعدون؟ لا، سأصعد لأنني أستطيع فعل هذا ها هي مامي بيك كيف الحال يا جرامبا بيك؟ أنا مرتبك إن قواعد ساحة اللعب معقدة للغاية هناك قاعدة واحدة يا جرامبا بيك وهي أن ينتظر الجميع دوره ماذا؟ حتى هؤلاء الصغار؟ حتى الصغار ماذا عن الكبار للغاية؟ مثل جرامبا بيك حتى الكبار للغاية مثل جدك في ساحة اللعب يلعب كل شخص في دوره حفر الطريق إنه نهار مشمس ورائع بابا وعائلتها سيأخذون السيارة إلى ساحة اللعب هل الجميع مستعد؟ أجل يا دادي بيك إذن هيا بنا هيا إلى ساحة اللعب هيا إلى ساحة اللعب غم غم بابا وجورج يحبان الذهاب إلى ساحة اللعب أوه لماذا توقفنا يا أبي؟ إنه ازدحام مروري لكننا نريد الوصول إلى ساحة اللعب لا تطلق يا جورج المرور يتحرك مجددا توقف السيد ثور أوقف المرور ما المشكلة يا سيد ثور؟ نحن نحفر الطريق إنني أرى هناك مياه تخرج من الأرض أجل هذا هو ما نقوم بإصلاحه سيستغرق الأمر وقتا؟ فليستغرق الأمر مثل ما يستغرق حفار حفار يحب الجورج الحفارين من هنا يا وحيد القرن عشنا يا مدير السيد ثور هو المدير من أين أتت كل تلك المياه يا سيد ثور؟ إنها من أنبوب مياه مكسور تحت الأرض كيف ستصلحها؟ سوف نحفر الطريق ووو ونغلق المياه جورج يحب الرافعات رفع رفع ونخرج الأنبوب القديم ونضاع الجديد شكراً لتركنا نشاهد عملك لا مشكلة إلى اللقاء نراكم لاحقاً يا للهول جوج لا يريد ترك السيد ثور سنذهب إلى ساحة اللعب يا جوج يمكنك أن تلعب بالحفار والرافعة وسنرى السيد ثور مجدداً في طريق العودة بيبا وعائلتها وصلوا إلى ساحة اللعب مرحباً جميعاً مرحباً بيبا الفيل أدمند والأرنب ريتشارد يلعبان في بركة الرمال لنلعب في بركة الرمال حسناً سوقفوا ما المشكلة؟ نحن نحفر الطريق وأنا أكون المديرة أوه هل سيستغرق كثيراً؟ فليستغرق الأمر مثل ما يستغرق علينا حفر حفرة ونعيد ملأها وهكذا أصلحنا الطريق مرحباً جورج حان وقت العودة أوه يا للهول جورج لا يريد العودة إلى المنزل بعد في طريق العودة سنرى السيدة ثور يحفر الطريق يا جورج إلى اللقاء جنيان إلى اللقاء بابا بابا وجورج يتطلعان إلى رؤية السيد ثور مجدداً حفر رافعة ها نحن السيد ثور ليس هنا لابد أن السيدة ثور قد عاد إلى المنزل حفر رافعة توقف هل انكسر أنبوبو المياه مجدداً؟ لا يا بابا هذه المرة إنها كبلات الكهرباء كيف ستقوموا بإصلاح كلبات الكهرباء؟ سنحفروا الطريق مرحباً بابا وجورج يحبان حفر سيد ثور للطريق الجميع يحب حفر سيد ثور للطريق الأرنب ريتشورد يأتي للعب بابا وجورج يلعبان في غرفتهما هذا أفضل منزل على الإطلاق جورج الأرنب ريتشورد هنا جورج ريتشورد داينسو داينسو أرنب إلى اللقاء ريتشورد سوف أأتي لاستحب بك لاحقاً جورج و ريتشورد صديقان جورج ريتشورد لقد أسقطت ما منزلي أرجوكم إلعباه بشكل هادئ لقد حولت جورج سلة اللعب إلى بركان يستخدم ريتشورد الأشجار اللعبة ليكون غابة استخدم جورج مكعبات البناء لصنع نار داينسو لقد حولت جورج و ريتشورد الغرفة إلى أرض الديناصورات أنا سأرحم هذا مزعج جداً أنا أقول بطاطس وأنا أقول بطاطا بطاطس بطاطا من الجيد في الأيام الممترة أننا نشاهد البرامج الهامة في التلفاز بطاطس 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 أمي جورج و ريتشورد حول الغرفة إلى أرض الديناصورات ديناصورات وأرض الديناصورات مزعجة جداً جورج لديه صديقه المفضل أما أنا فلا يوجد من ألعب معه يمكنك أن تطلبي من سوزي أن تأتي إلى هنا الحمل سوزي صديقة بابا المفضلة أيمكن سوزي أن تأتي الآن حقاً؟ لنتصل بها مرحباً الحمل سوزي تتحدث سوزي هذه أنا أيمكنك أن تأتي لمنزلي؟ أجل يا بابا أيمكنني ارتداء زي الممرضة؟ أجل لكن أسرعي جداً إلى اللقاء يا سوزي سأعود لي أسرعي يا سوزي أفتحبك لاحقاً جورج ريتشارد الممرضة سوزي هنا والممرضة سوزي تقول هذه ليست أرض الديناصورات إن هذا مشفى والمشفى يجب أن يكون نظيفاً ومنظماً لن تكون الغرفة أرض الديناصورات بعد الآن هذا مشفى وسأكون أنا الطبيبة المهمة وهذا الديناصور مريض أوافقك يا طبيبة إنه أخضر مريض جداً يجب أن يذهب للنوم وهذا الديناصور لونه بنفسجي مريض حقاً أجل يا طبيبة يجب أن يذهب للنوم أيضاً ديناصور أسموتا التزم الهدوء في المشفى الغرفة ليست مشفى بعد الآن أصبحت محطة قطار لا 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 يوجد أي قطارات في أرض الخيال أوه والآن الغرفة أرض الخيال الأشياء الجميلة فقط في أرض الخيال لماذا كل هذا البكاء؟ جورج وريتشورد يريدان لعب الديناصورات والقطارات ونحن نريد أن نلعب المشفى والجنيات أرى أن المطرق توقف بالخارج إذن؟ إذن يمكنكم اللعب بالخارج ولكنهم يحبون لعب الأولاد الصغار ونحن نحب لعب البنات الكبار ولكن بعد أم تمتر ماذا تجدون عادة في الحديقة؟ برك طين وتوجد برك الطين من أجل القفز على أسل الجميع يحب القفز لأعلى وأسفل في برك الطين سواء كانوا بنات كباراً أو أولاد صغاراً يوم المواهب إنها نهاية يوم آخر في حضنة بابا أطفال غداً هو يوم المواهب استعدوا وما هي الموهبة؟ الموهبة هي شيء تحبه وتجيده أنا أحب مشاهدة التلفاز جداً وأنا أجيد ذلك اختاري شيئاً سنحب نحن أن نراك تفعلينه موهبتي هي عزف الجتار موهبة وصل الأباء لاستحاب الأبناء لا تنسوا أن تفكروا فيما ستفعلونه في يوم المواهب غداً إنه وقت نومي بابا وجورج لا أستطيع النوم بعد ليس لدي موهبة أعرضها غداً لكنك تملكين العديد من المواهب أجل، أستطيع القفز وأستطيع الغناء تلألئي تلألئي أيتها النجمة وأستطيع الرقص يصوب اختيار موهبة واحدة أنا أجيد العديد من الأشياء لا تقلاقي، يمكنك أن تقرري غداً حسناً إنه يوم المواهب إن مواهبي هي القفز والغناء والرقص لقد تدربت عليهم جميعاً ليلة أمس كنت أتدرب على مشاهدة التلفاز ليلة أمس هذه ليست موهبة يا سوزي قالت السيدة جزال هذا ماذا سأفعل إذن؟ من سيعرض موهبته أولاً؟ الكلب داني؟ أقرع الطبول أستطيع أن أرفع الصوت لا، كان هذا رائعاً يا داني المهرب بادرو، ما هي موهبتك؟ الألعاب السحرية هذا كوب مملوء بالماء إنه مبلل وأيضاً شفاف الآن سأجعل المياه تختفي هينظروا إلي من فضلكم أغلقوا أعينكم افتحوا أعينكم اختفت المياه شكراً لكم الفيلة أملي أنا سأقوم بالعصف على الني ما هي موهبتك يا رباكا؟ يمكنني إصدار أصوات معينة هذا ينجح فقط إذا وقفت على أطراف أصابعي كان هذا جيداً جداً أجل، لكن ماذا سأفعل الآن؟ كاندي، ما هي موهبتك؟ القافز أنا كنت سأقوم بالقافز لكن ما زال لدي موهبة الراقص والغناء موهبتي هي الغناء تلقلقي تلقلقي أيتها النجمة ما زال لدي موهبة الراقص الحمل سوزي، ما موهبتك؟ الراقص لا، لا يمكنك الراقص يا للهول، كان الرقص خيار بيبا الأخير من الرائع أنكم اخترتم تقديم مواهبة مختلفة للغاية الآن، من تبقى لدينا؟ بابا، لقد كنت سأقفز، أغني، أو أركس، لكن تم عرضهم جميعاً الموهبة قد تكون أي شيء لكن ليس مشاهدة التلفاز فكري في شيء تحبين فعله حقاً أعرف، لدي موهبة أجيدها بمهارة ترى ما هي موهبة بابا؟ موهبة خاصة التي لا يظاهيني فيها أحد في العالم كله هي القفز الأعلى وأسفل في برك الطين يحب بابا القفز في برك الطين يحب الجميع القفز في برك الطين الأميرة بابا حان وقت النوم لبابا وجورج ليلة سعيدة صغاري جراني وجرانبا بيك سيأتيان للعشاء أهلاً أهلاً أين بابا وجورج؟ نائمان، أوه، ولكنني أردت رؤيتهما أأسترق النظر؟ حسناً جراني بيك، لكن كوني هادئة جراني بيك، جنجي إيج صغيري الغاليين، يجب أن تكون نائمين احكي لنا قصة حسناً، فقط إن وعدتماني أن تعود مباشرة للنوم سننعم مباشرة بعد القصة حسناً، في قديم الزمان كان هناك ولد صغير اسمه موهر بيدرو وجد بذرة سحرية أوه، نعم، الآن زرع بيدرو البذرة ونمت لتصبح شجرة فاصلياء عملاقة تصل للسماء هذا حقيقي بعدها تسلق لقمة هذه الشجرة وجد عملاقاً كبيراً وسيئاً لا أريد هذه، أريد قصة عن أميرة أوه، نعم، وجد هناك الأميرة ببل جميلة والفارس جورج، الشجاع النبيل وتباخاً، يطهو ألذى الأطعمة على الإطلاق مامي بيغ، دادي بيغ، وغرانبا بيغ ينتظرون ليأكلوا سأذهب لأرى لم تأخرت جراني بيغ ومت لي في القصة يا جدتي جراني بيغ المشاكسة، لقد أيقظت الصغار لقد وعدنيها أن ننام بعد القصة مباشرة يا جرانبا بيغ أنا جيد في إنهاء القصص يا جراني بيغ انزلي أنت للأزفل، أنا لد أتأخر هناك ولد، شجرة فصلياء، أميرة جميلة وفارس شجاع، وطباخ يطهو عشاء لذيذة وبعد أن أكلوا العشاء اللذيذ، ذهبوا جميعاً للنوم، النهاية ثم استيقظوا جميعاً، وجاء لهم ساحر ساحر؟ أجل، ساحر، سيؤدي عرضاً سحرياً كبيراً آآ، لكن ثم جاء تنين مخيف جداً جراني بيغ، مامي بيغ، ودادي بيغ، ما زالوا ينتظرون العشاء يبدو أن قصة ما قبل النوم هذه لا تنجح أنا خبير في قصص ما قبل النوم، سأجعلهما ينامان في دقيقة آآ، تنين مخيف جورج، إلى النوم لكن جرانبابيغ، لم يكن بإكمال القصة بعد يا أبي سوف أنهيها، سأكون في الأسفل بسرعة حسناً، هناك ولد، شجرة فصلياء، قلعة، أميرة جميلة، فارس شجيع، طباخ، ساحر وتنين مخيف وملك جائع للغاية إذن تناول الجميع عشاء كبيراً، وعاشوا بسعادة أبدية النهاية ثم أقام حفلة وجاء كل أصدقائهم حسناً، يجب علي أن أحل هذا داجي بيك أوشكو على النوم شكراً، سوف أتولى الأمر عليك إنهاء القصة يا أمي حسناً، بسرعة، أخبريني ماذا حدث كان يا مكان، في قديم الزمان، منذ زمن بعيد مامي بيك، ظلت هناك لمدة طويلة يمكنني سماع شخيرين وأخيراً، بيبا وجورج نائماً وعشوا جميعاً في سعادة أبدية، النهاية بيبا؟ جورج؟ إن أمي نائمة يا أبي يبدو أن الأميرة بيبا هي الأفضل في قراءة القصص هذا صحيح، بالفعل الغسل يقوم دادي بيك بالغسل هذا الصباح يا أبي، ما هذا القميص؟ إنه قميص كرة القدم سيلعب الوالد كرة القدم هذا المساء أولاً، سأذهب للعمل أراكم لحقاً، وداعاً إلى اللقاء مسكين يا أبي، يجب أن يذهب للعمل إنه مسكين هيا، لنلعب أجل، هيا، نلعب تحب بيبا القفزة لأعلى وأسفل في بركي الطين يحب جورجل القفزة لأعلى وأسفل في بركي الطين تحب مامي بيبا القفزة لأعلى وأسفل في براك الطين يا للهول أمي لقد رششنا بعض الطين على قميس كرة القدم لا تقلق سنغسله غسله لن يأخذ وقتاً ولن يعرف أبداً بشأن الطين لنجد أشياء أخرى نضعها بالغسالة إن ثوبي به بعض الطين مامي بيج وجوج وجد أشياء أخرى ليغسلها أحسنت يا جورج نضع الملابس هنا ثم نشغلها تمتلئ الغسالة بالصبون والماء ساخن اغسل 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 تجعل الغسالة الغرفة كلها تهتز اغسل 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 اغس قميس كرة القدم لقد عاد دادي بيك من العمل مرحبا جميعا مرحبا يا أبي دادي بيك لدينا مشكلة صغيرة و أخبريني لاحقا يجب أن أستعد لكرة القدم أين قميس كرة القدم؟ هنا لا تكوني سخيفة يا بيبا هذا أحد أثواب أمك إنه وردي لا يا دادي بيك إنه قميس كرة القدم لقد اتسخ بطين قليلا لذا غسلناه ثم اتسخ كل شيء بعدها أسفة يا أبي أنا لا أستطيع ارتداء قميس وردي ولم لا يا أبي إن الوردي لون جميل ماذا تظن يا جورج؟ جورج لا يحب الوردي ها قد أتى أصدقاء دادي بيك سيد ثور، سيد أرنب، سيد مهر، وسيد حمار وحشي موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مرحباً جميعاً مرحباً دادي بيك يعجبني قميصك جميل جداً شكراً أياً لنلعب كرة القدم أجل مرحباً مرحباً أبي لقد كنت بتلطيخ قميصك بالطين بالطبع يا بيبا قمسان كرة القدم تتلطخ بالطين دوماً دادي بيك يحب لعب كرة القدم الجميع يحب لعب كرة القدم خاصة وهي بالطين